السلطات الصينية ترفع حالة تأهب القصوى بعد أن اعتبر أكثر من 75 شخصاً في عداد المفقودين جراء إعصار ووتيب الذي ضرب بحر الصين الجنوبي ومن المرتقب أن يتقدم نحو ساحل الفيتنام الإعصار الذي ضرب مدينة سانشا جنوب البلاد كان مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية تراوحت سرعاتها من 90 إلى 100 كيلومتر في الساعة السلطات الصينية أكدت أنها أنقذت 13 شخصاً فيما أجلت سلطات الفيتنام 70 آخرين تحسباً للإعصار الذي من المتوقع أن يضرب أراضيها في الفاتح من شهر أكتوبر تشرين الأول